أحد المراكز الحقوقية الفلسطينية أشار إلى أن السياسات التمييزية التي تتابعها إسرائيل تفاقم من أزمة المياه في القطاع هل لك أن توضح لنا ما هذه السياسات وكيف تؤثر على المياه في غزة؟ يعني إسرائيل تقوم بفرض حصار على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً من عام 2006 وقطاع غزة يعاني يعاني الويلات على مستوى التطور لا تطور في قطاع غزة لا تنمية موجودة في قطاع غزة قطاع غزة يعاني من جميع النواحي على مستوى المياه والكهرباء والمعابر وفي خلال هذه المرحلة تم شن أربع هجومات عسكرية هي مدمرة وفي كل مرة تستهدف البنية التحتية بما يشمل قطاع المياه كل ذلك يجعل قطاع غزة غير مؤهل للتطور ولغير مؤهل للنمو الطبيعي في أي مجال لذا هذه السياسة بالإضافة إلى استمرار الحصار الخانق على المؤسسات الحكومية أو المؤسسات المجتمع المدني التي قد تسعى بشكل أو بآخر لتطوير برامج ومشاريع تتعلق بالبنية التحتية يتم أيضا فرض عليها عقوبات أو فرض عليها منع من وصول إما لتمويلات أو من خلال منع إدخال أدوات وإدخال معدات لتطوير الآبار الجوفية أو تطوير محطات معالجة المياه كل ذلك يعني يجعل إسرائيل في محط الجزار الذي يقوم بقتل قطاع غزة بشكل بطيء ترجمة نانسي قنقر